موسيقى صباح الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم يوم الخميس 23 تشرين تاني 2022 ضيفي في هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير الحسن صباح الخير أستاذ سمير وأهلا وسهلا فيك ينعقد المجلس النيابي اليوم للاستماع إلى تلاوة الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس عون إلى المجلس طالبا فيها نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأتي الجلسة مع اعتذار الرئيس بري عن الدعوة للحوار نتيجة الاعتراض والتحفظ لسيما من كتلتي القوات والتيار خارجيا فاز نتانياهو بحسب النتائج الأولية فقد أمن حصول معسكره على غالبية النيابية سيتيح له تشكيل حكومة ستكون الأكثر تطرفا القمة العربية في الجزائر تمسكت ببيانها الختمي بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وجددت تطلعها لتنفيذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات وانتخاب المجلس النيابي لرئيس الجمهورية طبعا نحول هذه المواضيع وغير من المواضيع المطروحة على ساحة ولكن خليني بلش اليوم بجلسة اليوم جلسة نيابية التي ستنعقد لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية يعني اليوم الكل يقول بأنه صارت الجلسة لزومة لا يلزم بما أنه الرئيس ميشيل عون أصبح خارج الحكم وهذه الرسالة ما عادت إلى يمكن ما بقوله مفاعلة الأساسية هل ستتفجر الجلسة اليوم برأيك؟ ما بعتقد ربما تكون فرصة لتأكيد شرعية استمرار عمل الحكومة يعني خاصة الدستور لم يلحظ انتخال الصلاحيات إذا كان إلى حكومة كاملة الأوصاف أو يعني غير مستخيلة أو إذا كانت مستخيلة هذه الهرطة الدستورية ربما تحسم الآن يعني إنما الرسالة هي تعبير عن تطوير السلبية تطوير السلبية السلبية لدى التيار الوطن الحر وأنا أعتقد في المرحلة القادمة ستكون من أهم السيمات وهي الاستمرار في التعطيل لذلك ربما تكون الآن الجلسة حاسمة باتجاه تأكيد دستورية استمرار عمل الحكومة خاصة الآن البلد يحتاج إلى الحفاظ على انتظام المؤسسات في الوقت الذي نشهد فيه انعدام وزن وهذا كان وزن يعني عندما يرفض الحوار بالرغم من الحاج القصوى له هذا يعني بأنواق القوى السياسية حتى الآن لم تصل إلى حدود المسئولية كان يجب بعد الانتخابات أن يبدأ الحوار الجدي البلد من 17 سنوات الرئيس برري كان ينتظر يعني إذا بدنا نقول أنه انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشيل عون للدعوة إلى الحوار كون يعني بوجود الرئيس عون ما كان حابب أنه يدعي إلى الحوار ولكن رفض الأفريقاء وخصوصا إذا بدنا نقول المسيحيين اليوم هن اللي وسميهن الرئيس نبيه برري أنه التيار والقوات هن اللي رفضوا وكمان الكتائب ولكن أيضا في موقف للبطريارك الراعي يقول فيه أنه اليوم الوقت ليس للحوار بل للانتخاب نعم بكل الحالات يعني الانتخاب يحتاج إلى ترميم العلاقات أو أقتل يعني تجاوز الخلافات أو أقتل بينات بين مجمل الخوة وأنا أعتقد الرئيس نبيه برري لم يترك فرصة للحوار إلا ودع إليها ربما كان يعمل طيلة الفترة الماضية على تهيئة الأجواء ولكن الآن الضرورة تقتضي بأن تذهب مشمل القوى السياسية إلى الحوار أنا أخبرت كان يجب بعد الانتخابات فالبلد من 17-20 يعني نحن الآن أمام 3 سنوات وهو في مرحلة حريجية استمرار حولة الانقسام استمرار حولة التنافر بين القوى السياسية سينعكس سلبا دون تهيئة أجواء للحوار خاصة يعني ربما تكون هناك فرصة في الداخل يعني شفنا الآن إحنا عودة ناتنياهو مع يعني اليمين المتطرف صحير إلى الحكم مجددا أو تعطل الحوار الإيراني السعودي نشوف الانتخابات النصفية ربما يعود السخب أو تطوير الصراعات في المنطقة الآن ممكن لبنان أن يلطقت هذه الفرصة وأن ينقى بنفسه ويذهب إلى حوار وينتج رئيس لذلك الآن الضرورة سعر يعني اليوم قديش هذه اليوم الاعتذار عن الحوار والغيئه بسبب يمكن يعني أكبر كتلتين مسيحيتين اليوم قديش رح يقلص فرص التوافق على رئيس جمهورية نحن شايفين يعني الانقسام بالمجلس النيابي اليوم ما حدا عنده هذه الأكثرية للإتيان برئيس الجمهورية محاولات التوافق على اسم معين كمان عم بتبوء بالفشل اليوم يعني عدمين فرصة اليوم الوصول إلى رئيس الجمهورية برأيك؟ المشكلة أغلب القوى السياسية خاصة التي ترفض الحوار تروهن على الوقت يعني هناك انطباع لدى تلك الأطراف بأنه قادرة فيما بعد تجاوز بعض المشكلات اللي عم تواجهن للوصول إلى سدة الرئاسة لذلك الاعتماد على الوقت هو سينعكس سلبا خاصة في بلد يعيش حولي حرجي من الانهيار الاقتصادي المعيشة حولي منع التفلط قد تدفع أيضا باتجاه فوضى اجتماعية لذلك يعني هؤلاء لم يتحملوا المسئولية الوطنية حتى الآن لا يزالون يفكرون بالمصالح الشخصية أو الضيقة أو يطمحون إلى ترجمة طموحاتا وأن كان هذا يتعزل الآن في غياب الحوار الاتفاق التعاون الداخلي لذلك أنا أعتقد لا يمكن الآن الذهاب إلى انتخاب رئيس خاصة الكتل يعني في السابق كان فيه ثلاث أربع كتل معروفة حتى بين الخصوم كانت إليات التواصل أو الحوار كانت موجودة مرنة الآن مع التشتت والشرزمة اللي عم نشوفها صار صعب الانتظام أو الانتفاق بين ثلاث أربع كتل اللي ذهاب إلى انتخاب رئيس خاصة إذا تحدثنا عن الحاجة إلى الثلاثان ستة وثمينين هذا يعني ما ممكن يتأمن إلا بحوار مع كل الأفريقاء لذلك قبل الحديث عن الانتخابات بواقع البلد بظلحلة الانقسام والتباينات يجب أن نذهب إلى حوار طب ولكن كنت عم تحكي عن رهان على الوقت إذا جازت تعبير اليوم أكيد عم تقصد هون يمكن الوزير بسيل أنه برهانه على الوقت ممكن أن يصلح ما أفسده يعني شو الدهر أو ما أفسدته السنوات الست يعني اللي مرأه هل يمكن أن يعيد نسج علاقات جديدة مع الأفريقاء أو تسوية معينة يعني اليوم على شو لأنه اليوم يعني حتى بلقاءه مع أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله البعض قال أنه كان اجتماع سيء ما كان اجتماع جيد وحاول سيد حسن نصر الله إقناعه يعني بظروف ترشيح رئيس تيارة المرض أسلام الفرالجية ولكن لم ينجح لو أن احنا بذهبين أولا أنا بشكل أولا أنا بشكل حجم التسريبات خاصة لقاء مع سميحة السيد أنا بعتقد حجم التسريبات ما بيعكس واقعية معروف يعني أولا سميحة السيد حتى الآن لا يزال في مرحلة التشاور التشابه نعم يعني ليس هناك تبني علما يمكن تكون الميول أو العاطفة حتى باتجاه الشخصين يعني سليمان فرنجي وجبران بسيل ولكن بعتقد حسب المعلومات لا يزال الوزير جبران بسيل يراهن على إسقاط العقوبات يعني هذه واحدة منهم علما في خدمة الرئيس تحدثوا قال أنه هذا لا يحول دون ترشحه ويمكن إسقاطه بمجرد انتخابه هيك قال يعني بحديثه أنا بعتقد حتى الآن هناك مناورات لدك يعني كل القواسيسي وليس فقط لأثير الوطن الحر أو رفض القوات يعني لألحو بعتقد حتى الآن لم نصل إلى مرحلة الحوار أو البحث الجدي عن انتخاب رئيس الجمهورية نحن الآن في مرحلة تجميع الأوراق يعني قاصة الآن عم بحكي بالتزامن مع الأزمات المتلاحقة والأقليم حتى الآن يتجه إلى الاستضام بالمعنى السياسي وليس بالمعنى السائد الاشتباك لأنه تطوير الصراعات في المنطقة بمعنى المواجهات باعتقد العسكرية خلصت انتهت حوجة الأميركي إلى التبريد في المنطقة نظراً لوجود الطاقة في المتوسط في حاجة لأنه هذا يعود له بسوى لكن قد تذهب المنطقة إلى الاستضام بالمعنى السياسي توقف الحوار الإيراني السعودي يعني سينعكس مما لا شك فيه على لبنان حتى الآن أنا بشك على انضاج تسوية جدية في العراق بالرغم من الحكومة يعني وصول ناتنياهو في الانتخابات النصفية الآن بأميركا فيه أكتر من ملف لي يعني بذلك فيه جزء من الأخوات السياسية يراهن على متغير اقليم دولة أو أن تكون هناك انعطافة سلباً أو إجاباً صحيح ولكن البعض راهن على اليوم ترسيم الحدود البحرية كونه مر هذا الملف يعني ووصل إلى نهايته المرجوة اليوم أن ينعكس ولو قليلاً يعني على الداخل أو على الملفات الأخرى إذا حتى الآن يعني الخلافات على دستورية نقل الصلاحيات إلى الحكومة كيف تنتظم المؤسسات يعني الآن العدو الإسرائيلي قادر أن يبدأ بالإنتاج بالاستخراج بينما نحن نلتهي في الصراعات الداخلية التي ترتبط بالمصالح الشخصية لم ترتق القوى السياسية إلى حدود تحمل المسؤولية مواكبة الإنجاز الذي تحقق في الترسيم لأن العدو الإسرائيلي كان صار له 7 سنين و10 سنين عم يحضر نحن نتيجة الخلافات لم نصل إلى اتخاذ قرارات وطنية حتى بفرض التنقيب بالبلوكات داخل مياهنا طيب الآن تحقق هذا الإنجاز يعني كان يفترض وهو أحد الخيارات الآن الوحيدة للإنقاذ يعني كان ممكن أن تتعاون القوى السياسية التنقيب يعني برأيك اليوم ما طلب رئيس الجمهورية قبل مغادرته من شركة توطال أنه أن تأتي وتبدأ يعني بالتنقيب جديا أنا عم أقول هيدي بالمنطقة المتنازع عليها بس في بلوكات داخل مياهنا يعني كان كان ممكن أن يكون المستوى بالتفاوض أعلى خاصة حاجة الأمريكي كان المرونة اللي أبداها هو حاشته للغاز ليعود لأوروبا بدل الغاز الروسي والإسرائيلي ذهب إلى عمل انتفاقات مع الشركات في أوروبا نحن كان ممكن أن نستثمر هذا الوضع وأن نكون موحدين بمواجهة فرض التنقيب بأي طرق بدل من أنه أن يبقى جزء من القوى السياسية تراهن على الاستقواء بالخارج على القوى لأن اليوم في عنا انقسام داخلي وانقسام خارجي يعني اليوم عم نشوف الآراء أيضا اليوم عم نشوف هناك تشديد سعودي خليجي تعبر عنه مواقف السفير السعودي يعني في لبنان بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية الجديد في لبنان سياديا واستقلاليا وقادرا على إعادة علاقات لبنان العربية إلى سابق عهدها أن يكون متحررا من القبضة الإيرانية أن يدرك أن مصلحة لبنان هي العودة إلى الحضن العربي وشوفنا أيضا يعني هذه المواقف بالقمة العربية يعني عم نشوف اليوم قديش عم تكون المواقف متباعدة مما عم ينعكس على الداخل اللبناني عندك انقسام كتير كبير البعض يعني بيعتبر أنه هو بده رئيس سيادي على أساس أنه يمكن الفريق الآخر ما بده إياه سيادي يعني ما بنعرف شو معنى السيادي ليش عم بيحددوها بهيدا الإطار أو حتى شو معنات الحضن العربي أنا ما فهمت يعني قمة قمة في خمس دول ما عندي رأي جمهورية يعني أنا باعتقد بالحديث عن القمة العربية كان يجب أن يكون هناك بحث جدي ومراجعة لترميم النظام العربي الرسمي يعني هذا الغياب هذا الدورة الضعيف ديما القمة العربية عم تكون بهيدا الشكل لا نستطيع أن يعني نبني على هذه الموافق حتى بالحديث يعني عن مواصفات الرئيس سيادي ولا غير سيادي أنا باعتقد أهمية الدور كان في لبنان هو قدرته على أن يكون ملتقى يعني وليس بالانحياز لا شك هو مسنود إلى الداخل العربي ولكن الداخل العربي دخل باضطراب 11 سنة يعني حتى الآن لم ينتظم وباعتقد كل الحديث الآن من أي مسؤول أو صفير عربي أو خليجي عن مواصفات الرئيس أنا أعتقد يندرج بإطار الحملات الألمية لأنه عندما يكون هناك بحث جدي أعتقد سيكون على مستوى آخر يعني خاصة على مستوى الأمريكي الفرنسي النعم السعودي بس ولكن ليس بهذه السياق هذا يعزز من فرص إطالة الأزمة والفراغ أكتر طيب اليوم حتى يعني يفكى لكن أنا عمقول بموازاة هذا الاضطراب في المنطقة أو حالة الأنقسام العربي العربي قبل الحديث عن الخلاف الإيراني العربي وبدأ رجل أولا يجب ترميم الواقع العربي يعني يعني من الشوايكة عم بطرح عم بضرب مثال في خمس دول ما عند رأي جمهورية صحيح وهذا نتيجة تآمر جزء من هؤلاء في القمة العربية على الفوضى في المنطقة يعني أنا عمقول بموازاة زي لك يعني يستحسن أو يعني يستحسن شو يفضل أن يعني القوى اللبنانية أن تذهب إلى حوار لبناني 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 بعيد عن كل ولكن يعني حاول الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى طاولة حوار وشفنا أنه كيف بعض الأطراف ما لبت الدعوة اليوم حتى يحكى عن فكرة أخرى أنه البحث عن رئيس الجمهورية يوازيه اليوم البحث عن رئيس للحكومة أيضا من سيكون رئيس حكومته للرئيس الجديد يعني شو هو البروفايل أيضا لرئيس الحكومة وأي تسوية ممكن أن تأتي به اليوم هل يبحث بهذا الموضوع جديا برأيك أنه من سيكون الرئيس المقبل ومن سيكون رئيس حكومته على غيرار التسوية بال2016؟ هناك دائما من يروج لهذه الفابركات هو أميل إلى الحالات المرتبطة برؤساء الحكومات مثلا قيل عن اللقاء الذي حصل ببريس على سبيل المثال بعتقد كان الحوار هو أنه نحن يعني يجب أن لا نترك الفراغ برؤسة الجمهورية خاصة عن الفرنسوين حتى المملكة العربية السعودية كان رأييا أنه لا يجب أن نبحث أول شيء بالشخص قبل الحديث عن الكرسي هلأ بيجي حدا بده يسوق لحوله يبروج أنه كمان نحكي عن رئيس حكومته ليس صحيح إذ لم نستطيع الآن التفاهم على رئيس للبلاد يعني ولا مرة كانت تسلي كاملة بالعكس ليش بال2016 كانت تسلي كاملة متكاملة وكانت حتى اليوم يعني كان إيه على أساس أنه أن تمتد إلى ست سنوات يعني تعثرت وكان مردودة سلبي ما كان يعني ممكن أكتر فترة عشنا فيها بحكومات تصريف أعمال يعني ما كانت مشجعة ولكن بنا ناخد السياق العام نحنا لانتخاب الرئيس علما ولا مرة كان انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان سلس على فكرة يعني من بشار الخوري لفوال الشهاب لكميل الشامع ولكن يعني تعودنا إخذ مرتين على الفراغ يعني قبل على القليل كان فيه تسلم وتسليم يعني حتى تريحين عم قلك ولا مرة كان يعني الانتخاب سلس من بشار الخوري فوال الشهاب صورة 58 شامعون يعني ولا مرة كان سلس يعني يعني كان بين الرئيس ليس لهراوي والرئيس أميل الحود والرئيس ميشيل سليمان بالأكسري بالغالب لم يكن ولا مرة الانتخاب يعني سلس يعني كان دائما على اضطراب وعلى بذلك الان ربط يعني مقاربة منها واقعية في مجموعة من المحللين اللي بيعتادوا أو صحفين بيرقبوا مادة وبيروجوها خاصة الربط بين انتخاب رئيس ونواف اسلام يعني مثلا يعني ما بعتقد يعني أولا أي رئيس جمهورية ليش اليوم يعني بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية حكمان رسا يكلف يعني رئيس جديد للحكومة صح؟ يعني بس ليش دائما يعني مثلا الزهاب إلى اختيار اسم مثلا هو يعني يشكل استفزاز يعني للرئيس ميقاتي يعني إذا بتشوفي انت حتى بالأشهر الماضي وقبل تشكيل الحكومة يعني اسم منه يعني يعني مقبول عن بخيط الخوة السياسية يعني اختيار وكأنه هناك أنا بعتقد المملكة العربية السعودية لن تدخل يعني في هزي الاشكالية قبل الوصول إلى حوار أو تسوية أو ترتيب وهزي حاجة وهزي قد يكون له علاقة بالتفاهم في المنطقة قبل يبنان يعني فما بعتقد يعني إلى هذا الحد وصلت المناخشات يعني هذه ممكن تكون في الخلاصة لما تصل إلى اتفاية بس حتى الآن ما في رؤية واحدة تلطقي على انتخاب الرئيس في كيف نغري راستين معه لأنه اليوم البعض يسأل يعني فرق 8 أذار اليوم يعني حتى هذه اللحظة رغم يمكن إذا بدنا نقول فيه عندهم تفضيل لشخص الوزير فرنجية ولكن مش قادرين حتى أنه يوصلوا إلى الانتخابات فعليا اليوم كمان هيدا إذا بدنا نقول هيدا الانسداد حتى بموقف يعني 8 أذار والتيار وغيرهم إنه قديش عم ينعكس سلبا وبلشوا يتهمون إنه أنتوا كمان عم بتعطلوا كون كونوا عم بتقدموا يمكن ورقة بيضاء أو أنتوا يعني اليوم كمان مش محددين من مرشحكم كمان هيدا تعتبر إذا بدنا نقول دعسي نقصة صح ولا لا السؤال إذا ذهبت مان أذار الآن ذهبوا إلى تبني سليمان الفراجيل الآن الفريق الثاني ما بيعطل؟ بيعطل طبعا بقولولهم كل واحد ينزل بيورشحه خليني 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 أنا رأيش على القليل عم ينزلوا عم بيسموا يعني أولا هي يعني استعراض ولا هي جديا يعني إذا ما في يعني خليني أضرب لك مثال يعني نحنا بنعرف يوم الانتخاب بيكونوا وصيين إلى السيقات بتشوفي رؤساء الدول موجودين بالمجلس يعني حضريني بيعرفوا أنه حلا ليش لأنه معروف أنه بيكون تم التوافق سفراء الدول أصدق نعم سفراء الدول سفراء الدول والشخصيات يعني بس نشوفهم يعني معناتها توافقوا معناتها حتى الآن مش يعني جدية يعني حتى الآن خليني حتى الخوال اللي عم يحطوا عم يحطوا الأستاذ ميشيل معوض هيكفوا ولا أبراء زمي قدام بعض الدول أنه انتخبوا آي معلش ولا هي مناورة طالما الأمور ليست جدية يعني حتى القوات منذ أيام تحدثوا عن مرشح جوزيف عون عمال جوزيف عون أنا شوفي حتى أليك رأيي الشخصي بالرغم من المحبة الخاصة لسليمان فرانجي يعني باعتقد يعني لا شك هو كشخصية وطنية يعني حتى عند تمانئة دار الحزب وكل حلفاء يعني لا شك في احترام كبير اللي سليمان فرانجيه وللوزير جبران بسير بس ولكن الظرف ما بيخدمه يعني للوزير جبران بسير مش لموضوع بس العقوبة يخدم الوزير فرانجيه اليوم الظرف شوفي أنا حقول رأيي الشخصي يعني ليس يعني مش يعني وجهة نظر حد أنا برأيي حتى الآن لم تتبلور فكرة كيفية اختيار رئيس يبدأ بيوصل ما انقطع بدل من تمديد الأزمة فعليا صحيح نحن نحتاج الآن مية بالمية اليوم لأنه البعض يقول بأنه ما بدنا امتداد لهذه الأزمة ما بدنا رأييي شخصي نفوت مثل ما كنا بعهد الرئيس مش هالعون نعم صعب الآن قبل ما يصير فيه يعني 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 انت الآن أولا تحتاجي إلى التوافق الداخلي والتوافق الاقليمي حتى لا يبقى هذا الموقف السلبي مستمر يعني خاصة دول الخليج وشأنها أمق بينها يعني هاي دي الدول مساعدة ومساندة ووقفت إلى جانب لبنان طويلا معنية فيه بشكل أساسي يعني دولة عربية فلذلك أنا بعتقد حتى الآن يعني حتى إذا بديك تجيب حدا من التمين يقدر يحتاج إلى توافق كبير جدا ربما لو كان الاتفاق النووي أطاع لو تطور الحوار السعودي الإيراني رجع صار فيه ترميم لجمعة الدول العربية رجعت سوريا الوضع الإقليمي أو الوضع العربي مضطرب تعرفي أنا أحيانا بس يقولوا الحضن العربي أنت شو ما فهمك للحضن العربي يعني ما لشي ما العرب بالربيع العربي ضباحوا بعضا يعني من أسقط ليبيا من أسقط اليمن من أسقط سوريا بالفوضى تونس حتى الأهل يعني تعيش مخاض كبير السودان يعني يعني مين اللي أدخل هالمنطقة العرب ضد العرب يعني مين يعني من عبسة بالجغرافية العربي يعني صحيح وخلافاتهم بالدرجة الأولى يحتاجوا إلى حتى خالجيا يعني حجم التباين والنفور أيضا كبير يعني ليس صحيح هناك رؤية واحدة عند دول القليج صحيح لذلك هو الفرصة الوحيدة أن نذهب إلى حوار داخلي لنفرضه على الإقليم أو على القوى الدولية نشوف إذا الحوار الداخلي ممكن أن يؤدي رح نفوت بفاصل أعلاني ونرجع ونكمل أعود لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم بدي رحب بضيفي الأستاذ سمير الحسن رح فيك مجددا وبانتظار يعني أيضا أنه نرجع نطلع مع الزميلة ليندا مشلب مباشرة من المجلس النيابة للاطلاع على الأجواء بالمجلس هونيك يعني خلينا نحن نكمل بحديثنا يعني اليوم الظروف الإقليمية وحتى يعني هي معقدة شوي وتنعكس أيضا على الداخل اللبناني مما يطرح السؤال اليوم بأنه نحن فاتين هل نحن ذاهبون إلى فراغ يعني سيطول أمده ولكن بيبقى أنه آخر شي كيفية الحل يعني شفنا أنه بالحوار ما في حل بقى فاتين إلى أزمة يعني أيضا أزمة دستورية اليوم التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية قال بأنه لن يعترف اليوم بأنه الحكومة إذا في حال عملت جلسات أو انعقد مجلس الوزراء يمكن ما يشاركوا وزراء التيار فاتين بأزمة دستورية يعني نحن اليوم إذا بتشوف من الانتخابات النيابية كان العنوان هو انتخاب رئيس الجمهورية يعني بدأ المخاض بإنتاج رئيس من الانتخابات النيابية والمستغرب أنه أغلب القوى السياسية تعمل على أساس هناك فراغ يعني واحدة من الإشكاليات أنه كانوا عم يحاولوا يعملوا حكومة كل يعني طرف بموازين جديدة لأنه هناك فراغ طويل هو ينطلق من خلفية بأنه لن يكون الاستحقاق الرئاسي بموعدوك وهذا اللي خلت طيار الوطني الحر يتشدد باختيار الوزراء أو تبديلهم هذه أحد الإشكاليات حتى الآن أنا ما بعتقد هناك خلاف دستورية بقدر ما هو هرتقة دستورية هرتقة يعني عم تصر على تسمية الموضوع هرتقة دستورية يعني مثلاً هيك بيعتبرها الرئيس تنشيب مقاتل لا أنا ما عم بحكي كل المشرعين الدستوريين يعني إذا بتقري أنت مواقفهم الآن أغلبهم 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 حسب على أي شاشة عم نشوفهم لا لا أغلبهم 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 دستور لم يلحظ يعني أنه بتنتخل الصلاحيات إذا حكومة مستقيلة أو إذا كانت نعم هيدا هون اللغط من شهرين لم تجتمع الحكومة الآن لماذا هذا الافتراض أنه هتجتمعه إلا في حالة الضرورة القصوى القصوى هي ستعمل ضمن إليات العمل اللي كانت بالشهرين الماضيين وهو متابعة يعني عمل اللي جاء والملفات الضرورية هي لن تجتمع إلا في حالة الضرورة القصوى هلأ الحديث عن أنه في وزراء بيقاطعوا ما بيقاطعوا هلأ حتى الآن ما نوما تروح أن الحكومة ستجتمع سوى لكن إذا اجتمعت في حالة الضرورة أنا أعتقد ما تسرب من أرقام إنه في 8 نواب 9 نواب ليس صحيح وزراء نعم وزراء إنه بيقاطعوا سنكتشف في الأحيق أنه هذا الحكي غير وصحيح ما غير صحيح إنه لن يقاطعوا الجلسات رغم إنه في منه نعبروا بالإعلام إنه قالوا إنه إحنا ما رح نشارك بأي جلسة أنا عم قول منهم 8 أو 9 أه أطال هلأ أولا هزي مسئولية يعني مثلا حكومة حسان الدياب كلهم انتركوا مكادمة بالوزراء وفلوا يعني هاي دي مسئولية وطنية يوم الوزراء رح يكمله من تصريف الأعمال الآن في غياب أو الفراغ الرئاسي من يدير البلاد إنه هاي دي مسئولية بالآخر من يدير البلاد طب ولكن هي مسئولية يعني حتى من يدير البلاد اليوم هن كان الاعتراض من استلام رئيس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية ليش ما عملوا حكومة؟ وهي حكومة مستقلة ليش ما عملوا حكومة؟ ليش ما عملوا حكومة؟ هنن بقولوا الرئيس مئاتي ما بدو حكومة ولو هالجمال وهالجمال إلا بشروطاً وما بدو نيعطوا السيئة شو عالى حكاية داي يعني بالإحكار؟ لا ولكن احنا تابعنا المواقف من الطرفين يعني بالأيام الأخيرة نجيب مئاتي من اليوم الأول وقدم تشكيلي قالوا تفضلوا هذا الممكن هذا اللي ممكن ساعة بدون يعني يبدلوا اثنين ساعة أربعة رئيس الجمهورية بخطابه الأخير يعني هو مغادر قصر بعبدة حمل الرئيس مئاتي انه ما بدو كل طرف سيحمل الآخر ما بدو يشكل حكومة وقال بمؤمنته كل طرف في حدا بتولى مسئولية التكليف ما بيشكل حكومة؟ تحسب عليه هادي المسألة بس ولكن ما بيصير امام هادي الواقع هو يقال انه الرئيس مئاتي أبلغ بجلسات وبمجالس عدة عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة انه الأولوية هي لانتخاب رئيس هو الوحيد اللي كل ما طلع كان يقدم تشكيلي ويتناقش مع فخومة الرئيس يعني ولكن فخامة الرئيس يرد له يهو عم بيقله انه عم تتعامل معنا بغياب وحدة المعايير هيدا اللي كان السبب اللي فجر عدم تشكيلي الحكومة وحدة المعايير شو يعني تبدلي كل وزرائك انت انت تبدلي كل المحسوبين عليك شو وحدة المعايير وساعة بتقليلي انا تيار وطن الحور ما عندي وزارة ما عندك لشو انت عم تفاوض وانا ما بعضي السيئة لشو عم تفاوض اذا انت ما عندك وزارة كنا بحكومة تكنوكرا صارنا بدينا نبدلهم بسياسيين ممكن كل طائفة كما طرح الرئيس مئاتي يبدل واحد يعني شو وحدة المعايير وحدة المعايير اليوم كان عم بيحددها وكلنا عارفينه شو المقصول لوحدة المعايير اذا بدك بقلك ايها واقع البلد اصده بوحدة المعايير انه هو يقدر يسمى الوزراء اللي بدوا ييهون متل ما البقية عم يسموا وزراءون هيدا هي كانت وحدة المعايير اللي عم يطلب فيها او تحديدا يعني مقطع العلقاني سموا واحد يعني الرئيس نبيه بري طلب تبديل واحد وانا معلومات الرئيس مئاتي يمكن يلي طلب الرئيس مئاتي طلب تبديل كمان عصام شرف الدين مم وحتى موضوع امين السلام انه هاي الحكومة اخذت 54 ساط ممكن احنا ازا بالاتفاق مع كتلة شمالية 11 نئب وقال له فخمت الرئيس انت اتفق معه يسمولك واحد مم اخد ثقة منه اضافة يعني مش انه في موقف منه وللوزير امين السلام يعني طيب كل واحد عم يطلب تغيير واحد انت بك تغيرهم كله شو واحد اتماعه يعني وفوق كل هذا ما بحطي ثقة لخي انت على شو لا سميتني ولا بتعطيني الثقة واحد عم يعني انا ضد فكرة انه كانوا بواجهة المشهد نجيب ميقوتي والتيار الوطن الحر انا برأيي حتى بقيت القوى لم يكن لديها ايرودي لتشكيل الحكومة ايضا بس انا عم اقول رئيس نجيب ميقوتي نظرا للواقع حتى نتائج الانتخابات وعدم القدرة على تغيير موازين القوى يعني داخل الحكومة صحب الى الواقعية اذا في حرص على استمرار الحكومة وهن مسبقا انه سيكون هناك فراغ رئاسي ملوش مسبقا يعني هلا الكل كان عارف انه رح يكون فيه فراغ رئاسي بظل هايدي الاجواء من عدم التوافق يعني كنت الامور الواضحة محين نكون اتفجارنا فا اذا منترك هاي الحكومة تعديل هايك طفيف يعني فيه التباين ونفور بين رئيس الحكومة والوزير عصام شرف الدين هالقدي حتى الموضوع مع وليد فياض يتجاوزوا فيما بعد اسمه ليش بدي بدلان كلنا نعم بيقول عندما يأتي تسمية الوزراء مثلا للتيار الوطنية الحر بده كمان الرئيس مئاتي هو يسمى معه لا ما نصحي ما نصحي لما حكي معه بإعصام شرف الدين وبأمين سلام قال له انا سميته قال له سمي بدلان بس بتمنى عليك انا محل أمين سلام شوف الكتلة الشمالية ال11 نربحهم بيصوتونا بيعطونا سيئة طب اليوم يعني ما تقلق في هذه الحكومة وكل طرف بيتهم الاخر بانه هو احشان تشكيل هذه احيانا باللحظات الحريجة يعني بلد ريع على فراغ مش انت تحددني تقول لي في فراغ ولازم تعمل حكومة بشروطة لا يعني ايضا هناك سقف يعني لدى الرئيس نجيب ميقوتن موقع على قصة الحكومة الحفاظ على التوازنات يعني مش هاك بها الاستسهال يعني يعني ورد هنا بيتهموا الرئيس ميقاتي بانه هو تعمد اليوم عدم يعني تأليف حكومة اعتدنا لانه فاتين بفراغ ستعمل شفتي حدا من القوة السياسية شفتي حدا من القوة السياسية بالرغم من كل الانهيارات والازمات الا ما بيطلع بحضر فينا ان احنا وكأنه غير معني بالازمة اي صحيح حدا السلوك عددنا من السياسية احيانا بشوف انا احيانا بتشوفي انت نائب مثلا صروا ثلاثين سنة او وزير ايجا بيش خمس حتى حكومات بيطلع بحكي عن الطبقة الفيس دي انا فكرته بس مار كانت مين هدا يعني ايه بالفعل في حل النكران وكأنه العالم ما بتتذكر يعني مش القصة انه مين بيصرف حكي اكتر من التاني عمل السياسي العمل الحكومي هو عمل اليوم يعني عم بتقول انه ستجتمع هذه الحكومة بالضرورات القصوى صر شهرام انا مجتمعه صار الترسيم وروحوا على الجزائر كان في مليم اصلا ليه ما عم تجتمع يعني هذه الحكومة اليوم كان كمان عم يتهموا انه في تقصير انه لان احنا بحالة ملنا عادية يعني اليوم ولكن الرئيس ميقاتي كان عم بقول عن الوزراء اللي ممكن انه يقاطعوا باستطاعتهم انه يطلبوا اعفاء من مهامهم وايام نعين ما كانوا واما يتولى بالوكالة الوزراء بوكالتهم عنهم الرئيس نجيب ميقاتي هل ممكن هيدا يكون الحل اليوم في حال الدعوة اللي جالسة عندما هو قبل التكليف كانوا سموه هن كتلة نار كتلة نار انه اللي بقبل هلا كأنه حامل سيحرص على عمل الوزراء بمجلس الوزراء وانتظام المؤسسات هذه مسئولية وطنية هذا رجل دولي اهميته بانه ليس جزء من الاستفافات الداخلية مين رئيس ميقاتي نعم اذا هناك ضرورة هو صاحب نظرية الوسطية اذا هناك ضرورة في حال وزير بطل هي حكومة مستقيلة نعم بقدر اعين محله او تنتقل مهام الوزير الى الوكيل لن يترك البلد البلد لن يترك هلأ هو متروك البلد يعني لا لو كان خلينا نحنا نتصور واقع البلد قبل ما يكون في حكومة بالرغم من انها مستقيلة كي بدعت الفوضى الاجتماعية عندك فراغ رئاسة عندك فراغ حكومة الان في انتظام يعني في المجلس النيابة عم يجتمع نعم وهي دي تسجل لرئيس نبيه بري هذا الرجل الذي يعني الاعتراض مبارح على حوار انه هذا الرجل الذي يعمل ليلة النهار لتقريبه جهة النظر طع على الجلسة واقول رأيك ليش هالسلبية بس انا عم قول انت الان عيدي بالذاكرة كيف كان واقع البلد قبل ما تتشكل الحكومة نحن الان نراهن على حضور شخص الرئيس ميقاتي على حضور شخصه لانه رجعي لحكومة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه ايه 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 هل نحن باحسن احوالنا حتى حتى عندما تشكلت الحكومة لم يقول بانه حكومة انقاذ انا اكتر من مرة انا سامح منه كان يقول على الاقل هاتنا نسعة نوقف تمدد الحريق هاي دي مسؤولية كلها سياسية مسؤولية واحدة اكيد لا اكيد لا خذي نموزج الان خذي نموزج الان الرئيس نبيبر يدعي الى حوار بلد ينهار ولو ما يعني في هاك شوية مش شوية كتير مغتربين وعم وعم يتواصلوا مع الوطن ومع اهليهم ايه وعم ببعتهم الساعدات صحيح ادروا يوقفوا لع البلد ما كنا شفناك بس الان على الاقل انا اعمل لي مقارنة ايه قبل ما تتشكل الحكومة كيف كانوا يقع البلد اطلق النار على محطات على شوف حرة التفلت كيف صارت لا الان وهذه تسجل ايضا ام للجيش وقية الجيش يعني كمان دور كبير جدا ام وللقوة الامنية بالممكن واحد رضبه خمسين دولار ايه مش انه بيسجله ابنه بالمدرسة ما بيجيبوله كتب صحيح يعني ام وفوق كل هده والمقساة اللي كل يوم عايشينا يعني الريهان على شخص رئيس الحكومة بالممكن ايه يجب انه لا نبالغ امم بالممكن 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 يعني على الاخال على الاخال كل الوزراء كل الوزراء على فكرها شوفي الحيوية اللي عندن بالممكن هلا في بعض الوزراء عندن حيوية للامنية نعم ولكن في وزراء ما نسمع شي عن اعماله كل الدنيا هيك في ناس نشطة في ناس ايه يعني كل الدنيا يعني مش بس يعني بس على الاقل ايه اغلبا تحمل المسئولين تحمل المسئولين لا يزال يعمل يعني يعني ايه الى حد ما لانه مش يعني بالمتاح لاش فيه هو موازنات الآن ازا بديك التوري خطاع ام او يعني صح لي ما في امويل وديما حتى يعني الرواز ما كهربا ما فيه مهددة يعني ميزوت ما فيه هلا رح تجي الكهربا مش الحال بالجزائر واتفقوا مع فيه مسائي ما بعرف وعشانك فيه محاولات جدية لانه الحكي ايضا اللي ترواج انه بس اه يخلص العهد صحي بدا تجي الكهربة عشر ساعات ايه يعني جزء من التحريد انه شفته هني قطعينها نوترينو لا صعبة متعصرة حتى الآن ليش عم بقولوا لا فيه امل كتير كبير انه تبلش تجي الكهربا بحدود العشر ساعات وخصوصا يعني الموحداتات اللي عاملها وزير الطاقة كمان ايضا بالجزائر خففت شوي من اللي يمكن وبدو يتم في سحب الدعاوة لانه مع شركة سوناتراك سيتم اليوم يعني تم الانتفاق على تسوية هيدا الموضوع ايه ايه شو ايه صعب مستحيل صعبة كتير يعني الآن العالم بتطمح بعتقد يمكن اربع ساعات صحيح يعني تنطر العالم ساعة المرأة تكون محضرة غسيلاتها وكذا نوبها الساعة بديك مساري طيب اليوم برأيك مع خروج الرئيس ميشيل عون من قصر بعبدة هل فتحت صفحة المواجهات او مرحلة الفوضى الدستورية هل اليوم ستعود الرابع الى حراكها السياسي وخصوصا انه شفنا يعني مع الخروج موجة يعني اذا بدنا نقول المواقف والمتصاعدة يعني اليوم برأيك رح نرجع للمواجهات القديمة شوفي اولا يعني انا بعتقد حملوه للعهد اكتر بكتير يعني صار في كتير مبالغة لا شك يعني فخامت رئيس ميشيل عون شخصية وطنية ودفع تمام الخيارات السياسية يجب ان تسجل له صحيح يعني الان سيدخل البلد انا اعتقد نحن قد نكون في ازمة نظام ازمة اعمق من القوى السياسية بكتير انا اراهن على الحوار قد تكون هناك امكانية لانتاج حلول لتفكير جديا بكيفية اعادة تركيب السلطة ولكن المشهد امامنا الان اه تخلي السجالات تستمر لانه لا افق امام القوى السياسية يعني وهذا سيكون له تدعيات سلبية حتى بترحيل الحلول وانه لا انتخاب رئيس الجمهور غير واقع لانه ظروف الناس الان لا تحتمل يعني يجب ان يكون هناك في مراجعة كل القوى السياسية انا رأي شخصة مأزومة وكل القوى السياسية تعرضت الى اعطاب حتى ازا ما نشوف نسب الانتخاب يعني احنا ما كانت يعني حتى عندما ما ندعى التغييريين وكذا يعني ما شفنا ان احنا في اقبال جماهيري خجول جدا حسن كتير كبير بلا عند القوات اللبنانية اللي هن طلعوا يمكن بيعتبروا ان الاوائل عند المسيحيين بالانتخابات كتلتهم قدى كانت قدى صارت تسات عشر نائب اليوم انا عمقول نص المجلس يعني اصواتا بتلك تلافة باربع تلافة يعني لم يكن هناك من اقبال جماهيري وشعبي وكذا ولكن قدت الانتخابات اللبنانية وكرست يعني هاي ده النتائج بالنفيجة بس انا عمقول ما في كان تبدل جدي بالمزاج يعني الاقبال الانتخاب بالعكس كانت الناس اميل الى المقاطعة يعني اذا بتشوف النسب مثلا ب 72 يعني مثلا كانت 59% يعني كانت نسب عالية الان في مناطق 20% 12% 27% حتى في نواب بيعتبروا كانوا عم يقدموا مشروع تغييري الى الجماهير الاربع تلاف 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 اشتروهن بمصاري يعني 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 دفعوا حقهن يعني طيب ولكن يعني حتى يعني هاي شغلة معروفة مش انه ايه اليوم حتى النواب التغييريين اللي العالم راحت انتخبتن للتغيير كذلك لا لا رد اتفعل رد اتفعل نكاية بالطبقة السياسية ايه يعني وهي ليس طبقة السياسية ولعله انه يكونوا قادرين يغيره ولكن لا لا بالعكس حجم الخلافات وحجم يعني للأسف وفي انقسامات لا لا يعني لم هذا الاستحقاق يؤدي الى انتاج قوى سياسية لانه انا برفض سامية طبقة سياسية هو اتلاف الطواف لذلك الان اذا هذا الاقتلاف التقى ينتج رئيس غدا يعني مش كتير نشوفه نحن بيش اسمه مش كتير ولكن طيار الوطني الحار الان بعودة فقامة الرئيس الى الروبية هذا طيار وازن موجود عنده كتلة شعبية عنده حاضنة اجتماعية موجود يعني ما حدا بيقدر يعني اذا الان تحدثنا عن بعض الاخطاء بالعمل هذا مشروع يعني ويرات يكون في لبنان معارضة جدية لا تندمج يعني بالسلطة حتى نفرق السلطة عن المعارضة لانه المعارضة الجدية هي تلعب دور اساسي بتصويب السلطة طب ولكن اليوم عم بيقولولك يمكن المعارضين او اللي بيعتبروا حالا سياديين وغيرا عم بيتم رفضهم من قبل الطبقة السياسية اليوم بيقولولك حتى مش ابنانين فينا كمعارضة منهم مثلا القوات اللبنانية او الكتائب اللي صارلون تركين يمكن الحكومات لعدة سنوات ثلاث سنين ما بعرف اذا صاروا ثلاث سنين يعني بيتركن وخروجن واستقالتن يعني اليوم ما عم بيكون في قبول لهذه المعارضة لم تنضج انا باعتقد حتى الان التسوية للداخلية نحنا عم نحنا لا نزال في هذا الممر الانتقالي او يعني حتى الان ما نبزت يعني شوفي انا برح كان سهران مع الاخ الصديق الى الفرزلي قال لي بيقوله الطبقة السياسية لو انت بناجئ ايه يعني انت انت بناجئ يعني هذا الحكي المبالغة وصار في قدرة على الشيطلة طبعا انا على قناعة ما بدي سميه الطبقة السياسية خليني يقول انا اقتلاف الطواف او هزي القوة انا من وجهة نظري اصيبت باعطاب ولن تحكم اصيبت باعطاب هذه ايه شوء الطبقة كل القواة السياسية كل القواة السياسية اصيبت باعطاب ما جرب هي 17 سرين شكل ايه عام واستطاع ان ينال منهم كيف يعني ورجعوا بالانتخابات تشكيل يحكم يحكم ايه يحكم نحتاج الى حوار جدي وهزا الحوار اذا كان بتغوافه اقليمي بصير هالحكي والشعارات وكذا كلها بشو اسمه يعني بس القواة السياسية مأزومة حتى ما استطاعت هي لا تطوير قواة السياسية ولقي ايليات عمله وحتى لم تشوفي لبنان مثلا ايه انا بعتقد هو ما شهده من نهضة بالستينات وسبعينات انتهى بالحرب حقيقة هو مش لانه السياسات صح الطائف كانت هو انتهى بالخمسة وسبعين كان في امكانية كبيرة بالتسعة واتمانين اتفاق الطائف تسعين ان يبدأ الاصلاح الجدي وان تبني الدولة وان يطبق الطائف مش هو تقاطع السوري السعودي وعندما اختلفاء يعني اصطدموا بالاقليم تفجرت التناخدات في لبنان هو يحتاج الان الى تطبيق الطائف الدولة هل معاودة اليوم السينسين خليني بس دونه ما في حل على فكرة لتطبيق الطائف يحتاج الى اعودة العلاقات السعودية السورية خلينا نفوت مع فاصل اعلاني نرجع نكمل الحوار اعودة لكم مشاهدين على متابعة السياسة اليوم مع ضيف الاستاذ سامير الحسن استاذ سامير يعني اجواء المجلس النيابي الان في منهم تركوا الجلسة بتوقع على اعتبار انه هنه جايين يعني لانتخاب رئيس يعني بدون يعتبروا الجلسة هي لانتخابات الرئاسة يعني الرسالة كما اسميتها في بداية الحلقة لزوم ماذا يلزم هي استمرار للسلبية يعني كان ممكن يعني من عشرة يام من اسبوعين قبل الانتهاء المهلي انه يعمل حوار يعني حول هزي المسألة مين بدو يعمل حوار يعني يعمل نقاش حوله يعني مش انه هلأ الان هي النقاش حول الرسالة يعني بيطلب انه انه كان ممكن يبعتها قبل خمسة عشر يوم عشرين يوم يعني يعني كانوا نطرين باخر لحظة حتى باستعاعات الاخيرة حتى باستعاعات الاخيرة صار في محاولة يعني الاتصالات وتشكيل الحكومة يعني نحن حتى كنا باليومين الاخيرين كده نطرين صدور مرسوم تشكيل الحكومة نحن عم ننرسخ الانقسام وعم نطور الخلافات والسلبية اكتر غير هك شو يعني حتى الان لا يوجد انتظام لدى الكتل للتوافق على وجهة طبعا انا مع وجهة نظر انه يجب ان نذهب الى انتخاب رئيس جمهورية تحت اي ظرف من الظروف يعني هو الوحيد اللي ممكن يكون عامل اعادة الانتظام ولا سيبقى هزا الاشتباك الداخلي او الاصطدام الداخلي او الخلاف بالرغم من انه امامنا فرص كبيرة تحدثنا من شوية عن الترسيم انه مخرج كبير لانقاذ البلد وتغيير كل منهجية ولكن يعني ممكن مفاعله بعدها شوية يعني بعد بكير تنبلش نحصد اذا بدنا نقول مفاعل يعني هذا الترسيم يعني الاقتصادية على الاليل ان احنا هاي بلبنان يعني عنا خمس ست بلوكات يعني فيهم بالاخر غاز ليش كل اللي حولنا فيه غاز ونحنا معنا غاز لازم يتوافق اولا ينقذوا للبلد مش حالان حتى الوحدة يكبر حصته على حساب البلد حكومة ما بدك رئيسة يتوافقه الاولاوية الان شوفي نحنا عشنا من 92-93 لا حتى الان اقتصاد وهمي زعبرة كله يعني هذا بيحررنا من كل هايدي السياسات يعني بصير عندك عن جد يعني سروي هايدي انتاجك لا استيداني ولا بانك دولة ولا صندوق نقاد ولا شو اسمه فرصة تاريخية يعني بانتظار يعني زي بدنا نقول هايدي الفرصة التاريخية تتبلش يعني تثمر في لبنان اليوم كل شي معلق لانتخاب رئيس جمهورية ما بدك رئيس جمهورية وحكومة جديدة ايضا حتى تتبط بهيدول المرسيم وهذه المشاريع اليوم يعني من هو المرشح اللي رح يتوافق عليه هل ممكن يكون هو مرشح التسويق ام برأيك لا حظوظ ابدا لا كيف هو ابرز الاسماء من ابرز الاسماء ولكن ما في توفق داخلي يعني عندك التيار الوطني بعد بكير يعني انا لما صار الحوار وكنا عم تحدث عن اللقاء بان سميح السيد والوزير جبران بسير انه حتى الان باطار المشاورات لا الان ابرز الاسماء الجدية يعني هني قائد الجيش واسمان فرنجي جديا يعني بالعكس يعني انا اعتقد هو خارج الاصطفاف وقدر لعب خلال السنوات دور ايجيبي كبير الحفاظ على المؤسسات يعني خاصة بعض الظروف الحرج لا هو من الاسماء الكبيرة جدا بس ولكن في رفض له من قبل بعض الاطراف وعبرت عن موقفها يعني نحن الان في مرحلة المناورات لم نصل حتى الان الى الحوار او النقاش الجدي خاصة لاك في الحوار او التوافق الداخلي ايضا يحتاج الى توافق اقليمي انت الان تحتاج الى رئيس يحدث صدمة ايجابية هذا يتطلب توافق اقليمي يعني الان وصول اي شخص الى سدة الرئيسة واستمرار السلبية سيتعرض الى ما تعرض له الرئيس ميشيل عون كان الحصار الخارجي حصار الخارجي العامل الاساسي يعني بيتعسر العهد وبعرقلت الكثير من الامور طيب الان نحتاج الى توافقات على الاقل لا يقدر لبنان يخرج من ازمته وهو قادر انا انا بيعتقد اللي قدر يسمد من سبعة عشر نشرين يعني عندما بدأت هزي الازمة حتى الان يعني انا بارح شفت احد قال لي بتعرف جمال مكي مدير متعب السياحة قال لي بالرغم من كل الازمات بعدنا احسن بلد من كل اللي حاولنا عمستوى السياحة عمستوى السياحة الاكل الضيافة يمكن هيدا القطاع الوحيد اللي ماشى هلا بلبنان واللي هو مستغرب جدا الميزات سوفي في دول حاولت ان ترس لبنان من ال خمسة وسبعين مش هلا بها الازمة من ال خمسة وسبعين بلشت في دول وكان ابرزة بديك الفترة زكري ابرس هلا بس كمان مبالغ فيه هيدا الكلام يعني السياحة ايضا بالدول العربية احسن بكتير من عندنا يعني ما فينا نقول انه نحن باحسن حيلاتنا ونعيش على عيد ال لا 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 عمقول شوفي الاوهام يعني حتى هنم حتى تلكي حتى تلكي الدول يعني تعتمد على الكادر لبناني بما يتمتع عم تاخدون لعنده ايش بتحسي هدوك الدول كأنه هيك يعني دول مصنعة بس هون بتشوفي الطبيعة يعني انا مش يعني هيدا كل واحد بتشوفها من منظره ولا كيفية لا 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 يعني شوفي حد يعني اليوم الصبح الاستاذ رفيق قام السويسرا ايجا فهو عم يحكيني فحدا عمل له حكي هو يعني عامل هيك ابيات الشعر حدا بترجم ليونت لو شوفت شو اهمية الافرنجة قال لي محل ما انت بتعود احسن مئة مرة من لي معنو من لا بتحسي هون انت الزاق طبيعي مش دخيل يعني انا عمقول هيدا الميزات هيدا الميزات يارات الى قوة القيادات لبنانية لانه نحن نحتاج الى تطوير البنية التحتية حتى بلد قادر على النمو السريع هيدا البلد بالرغم من كل ازماته طبعا انا عقلت انه فاخد كتير من ميزاته بالحرب لعد تطورة البنية التحتية هلا بتشتي يعني في كتير القطاعات عم تنهار انهارت 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 القطاع المصرفي يعني نحن انهارت القطاع الصحي التعليمي انهارت يعني وهو كان يمكن الشغل نتغنى فيه هو القطاع المصرفي وهذا اللي خلى الازدهار اللي يصير بالسبعينات كانت سائدة في المنطقة الانقلابات العسكرية كله كان يهرب يا هيدا طبعا طبعا لتعرض الى ازمي نحن الان قد تكون وجودية او قد يكون البلد دخل مرحلة من التحلل انا كنت عم اضرب لك وين صار لانه شوفي الان لا بدي اسألك عن بعض الامور المعيشية يعني بعد استاذ مير شوفي شوفي يعني نحن هدول ثلاثة سنين اربعة سنين كانوا حريجين جدا كيف استمر البلد؟ يعني هيدا التعاون من الخارج للداخل يعني كمان كان له اصد كبير ايضا كيف القطاع الخاص او المهن الحرة قدرت عملت دورة اقتصاد هو الان اللي عم يتعرض الى الانهيار هو القطاع العام اللي كانت هيدا الطبقة سياسية او القوى السياسية تستسمروا الى لتحسين مواقع يعني خذي مسلا اليوم بعد فيها لا انا قلتلك ما بقى اي حكمه ايه تكون الترميمات وكذا خلاص يعني انا هيدا رأيي من اول يوم تشكر رأيي عام صعب انت تعيدي احياء او ترميمه ما بحدد بس انا عمقول هذا البلد الصغير عنده قدرة على النمو ليس يعني معدوم هذا البلد ليس منهار بالمعنى الدقيق منهوب منهوب كل ما جرى من سياسات طروف ايه مسلوب منهوب يعني اليوم ما ايه اقتصاد كان وهمي ببني على الاستدانة امم لا انا بعتقد جزء كبير من المعارجات التقليدية بما هو متاح علقته بدول الجوار في كتير وسائل والان في كتير وسائل ولكن يعني والان ما تحقق بالترسيم صوري بلد متل لبنان صغير بس كمان ما بدنا نسع انه كل هذي السياسات هي اللي قدت اليوم للميار ادر بي مقاومة وحدة الموقف امم بين المسؤولين اللبنانيين ان ينتزع حقه من اماركا امم الاتفاق مع اماركا يعني سروقيل هي لحظة العنف اللي بتستخدامها اماركا ادر في زروف صحيح دولية فكيف اذا توفر تضامن وتعاون داخلي لا البلد بينهض البلد بينهض البلد بينهض لماذا رفض او لماذا حتى هذه اللحظة ما في قبول بالفيول الايراني من قبل الرئيس اجر بن خاطر ما عندي معلومات وانا استغرب لماذا حتى الان يتعثر يعني انا بعرف ليش عبدالت تعثر الامور هل هو بانتظار شوء الموافقة الامريكية يعني على هيدا الموضوع حسب اللي بعرف انا ان الهيبة المجينية ما بتتعرض الى العقوبات وبعرف لما راح الوفد الى طهران كان يفترض هو يبحث بالمواصفات وين وقفت الامور يعني صدقا ما بعرف يعني انا بعرف انه في اشي بتعرف اكتير منيح بس في قصص مثل الكابريت يعني لازم تكون يعني مطابقة عن يعني انه انت مقرب من الرئيس ناجيب ميقاتي لازم تكون تعرف بهيدا الموضوع بالتحديد يعني مم شو شو صايروا ليه بعد الحديث هلأ ما تم الافراج عن الفيول الايراني يعني في المسألة هم�� بكاولين تعرف تفضل قولوا لا شطاً ما عندي معلومات تفضل قول nämlich انا ما استغرب كان الريهان انه زعطونا يعني خمس ست شهور ممكن انه فيش الكهربة وهذا بيتيح للحكومة ترفع التعريفة لما بتجيب الكهرباء أنت 8-9 ساعات 10 ساعات المواطن عنده استعداد لأنه هي حتكون أقل من الاشتراك فلاش تتعسر كان في رهان أنه الهيبة الإيرونية مع الفيول العراقي والآن مع الجزائري بيصير 10-10 ساعات هذا بيعيد شوي نهوض البلد لأنه كل الخطاعات مرتبطة بالكهرباء لاش اتعسرت عجب مبارك؟ ماشي الحال وهلأ بالجزائر أيضاً عم يرجعوا يضبطوا الموضوع حتى بالعراقي والجزائري كمان في قصة المصاري يعني في قصة المصاري بس أنه بيغطيهم حاكم مصاري في لبنان هلأ في حكي هاكي وحتى يمكن صندوقنا ممكن يأمن 300 مليون بس ما فيكي أنت ترفعي التعرفي قبل ما تجيبه له الكهرباء للمواطن ما فيه يدفع في تورتين لكن هلأ تم رح تنرفع التعرفي لازم هلأ قداش بيجيبوها ببلد مثل لبنان هلأ هنك كانوا متأملين أنه مع الفيول الإيراني توصل التغطية لعشر ساعات ولكن بدنا لموافقة بس كمان هنا يطرح سؤال إذا كان فيه إيجابية من الطرفين بموضوع الترسيم لماذا يستمر الأمريكي بعملية الخنق الخنق يعني ليس مستمر هل ينتظر اليوم الرئيس نجيب ميقاتي الموافقة الأمريكية على موضوع الفيول الإيراني حتى يمشي وهذه الموافقة لم تأتي حتى هذه اللحظة لذلك عم نشوف أنه هيدا الموضوع متعثر هذا سؤال الصريح والمباشر أنا بعرف متعثر بسبب المواصفات صدقا بسبب ولكن لماذا الأمريكي حتى الآن بالرغم من إنجاز اتفاق الترسيم لأنه كانوا يقولون لنا الرفض يعني عم يترك الأمريكي مستمر بالعقوبات كان يفترض أنه يعطي استثناء لمصر وللأردن يعني يبلش شوي فك هو يعني هذا الطوق عنه هاك كان يفترض هل نحن أنجزنا اتفاق تقني وسيتعثر على المستوى السياسي وستستمر الضغوط على لبنان بمعنى تضييع الوقات ويخلي عملية التنقيب يعني أطول من هاك ما بعرف يعني حتى الآن لم أشعر أنا كنت على أمل إنه الأمريكي شوي فك يعني عملية ضغوطاته يمكن نعم شوي يعني خاصة إنه عملية الترسيم هي ضرورة يعني فرضت الحرب الأكرونية الروسية ولكن استمراره يعني الهبة مجينية وأنا بعرف أنه يعني ونحن بأمس الحاجة لأي هبة إذا يجب أن يكون هنا في ذلك أنا بهذه الطريقة يمكنني يعني فينا نساعد الشعب نعم رأيس نجيب مقاتل لأنه كل همه أنه يساعد الشعب اللبناني لا يجب أن تكون المسئولية جامعية على كل القواسيس عندما يكون الموقف موحد بالبحث عن خيارات الإنقاذ لا يبقى شخص واحد يتحمل هزي المسئولية ساوي لكن يوم هو الموجود بعده ما بعد كان عم تقوله مشككين بالحكومة طبعا وبتجتمع وما بتجتمع يعني ولكن هو موجود وقال أن الحكومة باقية يجب بهذه الظروف أن تكون هناك يعني خلية طوارئ خلية تدير الأزمة من كل القواسيسية حتى تكون المسئولية جامعية بالبحث عن كل خيارات الإنقاذ سرقا غربا هندا صينا البعض يسأل بس كانت الحكومة مكتملة الصلاحيات ليش ما كانت موجودة هيد الأزمة وهيد عفوا هذه الخلية يعني لحتى تفك في كل هذه الأزمات ما فينا نظل نقول أنه من بعد ما صاري تصريف أعمال حتى بوجود حكومة لازم ولازم ما كانت موجودة حتى بوجود الحكومة ووجود الرئاسة الجمهورية لازم يكون في خلية أزمة من كل الأفريقاء الممثلين حتى يتحملوا المسئولية مش إنه إذا كانت نجحت يعني هن بيتبنوا إذا أخفقت بيتبروا كحال البلد ما بتعرفي مين معارضة مين موالاة حزب صروا مئة سنة وعندوا رئيس وعندوا وزراء وبعد شوية بيصير مجتمع مدعي لذلك أنا بتمنى تكون المسئولية الجماعية مسئولية الإنقاذ لا يمكن أن يتحملها الفرد الفرد بيجهده بيخفف ولكن لا تصل إلى حدود الإنقاذ الخيارات الوطنية كما حصل في الترسيم الإجماع اللي حصل في الترسيم صحيح الإجماع والموقف الموحد اللي كان بالترسيم من حقوق لبنان من أماركا هذا الإجماع نحن نحتاج الآن إلى إجماع يعني كان ممكن يكون فيه هيك نوع من التلاقي عبر طاولة الحوار اللي كان دعا لإلاء الرئيس نبيه بره ولكن يبدو أن الأفريقاء أيضا ليست معدومة الأفريقاء ممكن أن تكون فيما بعد منهم بوارد يمكن الذهاب إلى حلول ولكن يمكن بوارد الذهاب إلى تصعيد أكتر وأكتر يعني من خلال عدم الوافق أو من إشارة إيجابية هذا إشارة سلبية هذا يعني بأنهم لم يربقوا بعد إلى مستوى المسئولية للأسف نحن خلص وقتنا استثمير الحسن بدأت شكر حضورك معنا الكاتب والمحلل السياسي شكرا لألك أيضا مشاهدين الكرام أشكر لألكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر